موسيقى لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي الشورى ونواب حيث رفعوا إلى جلالة الملك المعظم رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشرعي السادس وخلال اللقاء هنأ جلالته الجميع بأعياد البحرين الوطنية دعيا الله جل جلاله أن يعيد هذه المناسبة على وطننا العزيز بالخير والبركات وقال جلالته إن كل ما نسعى له هو خير وسعادة أهل البحرين وتحقيق أمالهم بالتكاتف معا بإذن الله مشيرا جلالته بالحرص على تحقيق كل ما هو إيجابي لخير الوطن وأن أهل البحرين دائما يحرصون على تحقيق النجاح المتميز وهذا هو طبع أهل البحرين الطموح وسعيه إلى الأفضل وإحراز التفوق في كافة المجالات وتحقيق أفضل المراكز في جميع المحافل وأعرب حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لما يبذله رئيس مجلسي الشورى والنواب وكافة أعضاء المجلسين من جهد مخلص ومقدر في خدمة الوطن والمواطن مثنيا على الإنجازات العديدة والمهمة التي حققتها السلطة التشريعية وبما تواصل بذله في سبيل دعم مسيرة التطور الحضاري وخطط التنمية في كافة المجالات والقيام بدورها الرقابي والتشريعي في إطار سعيها المستمر لترسيخ المسيرة الوطنية الديمقراطية وأشهد جلالته بما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من مبادرات ومقترحات بناءة لتطوير الأداء منوها بالتوافق والتنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعاونهما البناء والذي يمثل أحد الأسس الرازخة لعملية التطوير والتحديث في البلاد وأعرب جلالة الملك المعظم عن اعتزازه بعطاء أبناء البحرين المخلص وتكاتفهم في خدمة وطنهم وإسهامهم المتواصل في كافة ميادين العمل منوها بما تميز به المجتمع البحريني على مر تاريخه من قيم أصيلة في التسامح والتعايش والتعددية والتي عززت من قوته وتكاتفه وانعكست على مكانة المملكة كنموذج حضري مميز بين الأمم والشعوب ومن جانبهم أعرب رئيسة مجلسي الشورى والنواب والحضور عن عميق الشكر وبالغ الامتنان والعرفان إلى مقام جلالة الملك المعظم على دعم ومساندة جلالته الدائمة ومتابعته المستمرة لأعمال السلطة التشريعية وإشادته بما حققته من منجزات ومكاسب من أجل رفعة البحرين وتقدمها وخير أبنائها الكرام من جانبه أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تعد ركيزة ونبراسة العمل الوطني لدورة مثمرة بالإنجازات بالتعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لصالح الوطن والمواطنين وأعرب معاليه عن بالغ الفخر والاعتزاز بما تحظى به السلطة التشريعية من دعم ورعاية واهتمام من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمسارات العمل الوطني البرلماني وأشهد رئيس مجلس النواب بحرص واهتمام صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تعزيز التعاون المثمر والتواصل المستمر والنهج المتميز مع السلطة التشريعية ودعم الجهود المشتركة والتنسيق والتكامل بين الحكومة الموقرة ومجلسي الشورى والنواب في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة من جنبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الكلمات والخطبة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تشكل النواة التي تثمر عنها الإنجازات التشريعية والتطور والتقدم المستدام في مجال العمل البرلماني معربا معاليه عن الفخر والاعتزاز بدعم جلالة الملك المعظم أيده الله لمسارات العمل التشريعي والدور الذي يقوم به أعضاء السلطة التشريعية في تفعيل توجيهات جلالته رعاه الله من خلال سن التشريعات وتحديث منظومة القوانين التي تضمن مضي مملكة البحرين نحو النماء والازدهار في المجالات كافة وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن التكامل والتعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من شأنه تعميق النجاحات التنموية والوطنية مشيدا معاليه بالاهتمام والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لكل ما يرسخ الجهود المشتركة بين الحكومة الموقرة ومجلسي الشورى والنواب اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر